دلوقتي مشاهدين نروح لموجز لأهم الأخبار مع ليندا تفضلي ليندا شكرا شازل التسعب بتوقيت القهرة السابع بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم قال رئيس عبدالفتاح السيسي إن المرأة المصرية كانت وما زالت دعما وظاهرا وطنها جاء ذلك خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2022 التي شهدها الرئيس السيسي وسيدة قرينته واشدد الرئيس السيسي على أن احترام المرأة وحمايتها وتمكينها واجب وطني والتزام سياسي وليس هبة أو منحاب الحق أساسي لها كما أشهد الرئيس السيسي بدور المرأة المصرية في نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي واشدد على أنه لو لهذا البرنامج لا أصبح وضع مصر صعبا في ظل الأزمة العالمية كما أكد الرئيس السيسي أن مخزون القمح لدى الدولة يكفي أربعة أشهر كرم الرئيس السيسي خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2022 عدد من السيدات والأمهات المثاليات وقام بمنح عدد من السيدات وسامة الكمال من الطبقة الثانية كما كرم الرئيس السيسي أيضا نماذج مشرفة من السيدات المصريات صاحبات الإنجازات الوطنية والدولية رفض مجلس الأمن بالأمم المتحدة مشروع القرار الذي تقدمت به روسيا بشأن توصيل المساعدات وحماية المدنيين في أوكرانيا لأنها لم تتضمن الإشارة إلى دور موسكو في الأزمة وصوتت روسيا والصين فقط بالموافقة على مشروع القرار فيما امتنعت 13 دولة عن التصويت في المجلس البالغ عدد أعضائه 15 عضوة دعا الرئيس الأوكراني ضادمي زيلنسكي شعوب العالم إلى التظاهر في الشوارع ضد العملية العسكرية الروسية وفي تسجيل فيديو طلب زيلنسكي رفع الشعارات الأوكرانية دعماً لأوكرانيا ودعماً للخورية والحياة وصل الرئيس الأمريكي جو بادن إلى بركسل للقاء القادة الأوروبيين وبحث فرض مزيد من العقوبات على وردات الطاقة الروسية بسبب الأزمة الأوكرانية وقال مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جيك سالفين إن تقليص اعتماد أوروبا على وردات الطاقة الروسية موضوع جوهري وتسبب في شد وجذب في الأيام الأخيرة ومن المقرر أن يحضر بايدن اليوم قمة طارئة لحلف شمال الأطلنطية النيتو وسيلتقي بقادة مجموعة السبع كما سيوقي كلمة أمام زعماء الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين في جلسة لمجلس الأوروبي قبل أن يتوجه إلى وارسو لإجراء مشاورات مع الرئيس البولندي أندري دودا أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوعس جونسون أن بلاده سترسل إلى أوكرانيا ستة ألاف صاروخ إضافي ما يمثل زيادة بنسبة الضعف في الأسلحة الفتاكة الدفاعية التي قررت لندن تزويد كياف بها في أعقاب العملية الروسية وقال جونسون أن المملكة المتحدة ستعمل مع خلفائها لزيادة الدعم العسكري والاقتصادي لأوكرانيا مشيرا إلى أن لندن ستقدم بالإضافة إلى الصواريخ مساعدة للجيش الأوكراني بقيمة خمسة وعشرين مليون جنيه استلينية أما رياضيا فيواصل منتخبون الوطني استعداداته لمواجهة ضيفه السنغالي غدا الجمعة على استاد القاهرة في ذهاب الدور النهائي من التصفيات الإفريقية المؤهلة لموانديال عشرين اثنين وعشرين واطمأن المدير الفني لمنتخب مصر على حالة محمد صلاحة بعد الإصابة التي لحقت به خلال مشاركتي مع ليفر بول في الدوري الأسبوع الماضي ويسعى المنتخب لتحقيق نتيجة إيجابية لإسعاد الشعب المصري نهاية المنجزة التسانع والاستكمال الباقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل